نعود إلىكم من جديد مشاهدين لمواصلة فقرات البرنامج والآن نحط بكم إلى فقرة الاكتشافات والمواحب الشاب والحديث اليوم عن تطبيق لمتابعة ورصد فيروس كورونا في الهواتف النقالة هذا تطبيق الذي يحمل اسم كوفي هيلث من تطوير الشاب حمزة باجي وهو مطور وأيضا باحث في مجال التكنولوجيا أهلا بك حمزة صباح الخير صباح الخير أخي محمد صباح الخير للمساهدين نشكركم على الاستضافة للدعوة يعني أولا نحب أن نعرفوا ما هو التطبيق الذي جئتنا به اليوم تطبيق كوفي هيلث هو تطبيق موجه إلى رصد ومتابعة تفشي كورونا أنا عمي ذوك هو عبارة عن نظام سيستام يتوجه بتطبيق تطبيق هذا يكون موجه للعامة الشعب أنه باش يقدروا تليشار جيوه في التليفونات ديولهم ويشوفوا أبي بري وشكاين في المنطقة اللي يراهم فيها كيف اتجتك فكرة تطوير هذا التطبيق حمزة؟ هي الفكرة هادية كي كنا في مرحلة الدخول وتفشي الفيروس في العالم كنا نشوفه بالعالم قاعد كان يعيش في تخبط في البداية وإن كان يواجه عدو العدو هذا كان مجهول وخافي في نفس الوقت وإن كانت الصحة هي الوحيدة اللي كانت في الحرب ضد هذا الوباء بعدها الصحة طلبت أن التكنولوجيا تدخل بيها تدخل باش يتعاونها في الحرب بتاعها ضد الفيروس كوفيد الأكيد حمزة أنه التطبيقات التي توجه في الجنب الصحة هي قليلة أنا عمي هي تطبيقات هادية مقدرة قلوب لي موجودة ولكن قليلة والنجاعة ديالها كانت ما أتتش الأكل ديالها لهذا احنا فكرنا كيفاش نتاني نكون عندنا تطبيق خاص بالجزائر ما أحب يقول هذا الاخر يكون يستفاد منه الشعب الجزائري وتستفاد منه الدولة الجزائرية أنت تكلمت على أن تطبيقات كوفيد كانت موجودة حقيقة يعني شفناها في الصين منذ انتشار الفيروس في الأسبوع الأول بدأوا يتكلموا عن التطبيقات لرصد وتفشي المناطق تاكورونا الأكيد أنه حتى قبل أن ندخلوا في تفاصيل التطبيق وكيفية الاستخدام الأكيد أنه التطبيق عنده مزايا تختلف عن التطبيقات الأخرى أكيد لأنه علاش كما قلت لي الآن تطبيقات من هذا النوع كانت موجودة وين العالم دخل في التكنولوجيا واستنجد بها باش يواجه الكوفيد هدايا والوباء هدايا دونك داروا التطبيقات هادية كانوا فيها بعض النقائص بعض الليفاي بعض الاخر اللي كانوا ممكن موجهة الشريحة وشريح وحد دخلين من المجتمع كانوا ما كانش قادرين أنهم يستفادوا من هذا الميزة وهذا التطبيق هدايا ما هي أهم هذه النقائص؟ من بين النقائص هادية كانت موجهة مثلا أنه الابليكاسون هادلي سيستام هدايا يو موجه غير الأشخاص اللي عندهم دي سمارتفون ثم أحبي يقول الإنسان اللي ما عنده سمارتفون هواتف ذاكية هواتف ذاكية ما يقدرش يستفاد من هاد النظام هدايا ثم أحبي يقول ما يقدرش يعرفوا وش كاين أطور دولوي وممطوا ونفس الوقت ما من الناس اللي عندهم دي سمارتفون ومحملن هاد تطبيق هدايا يقدروا يطلعوا غير على الناس اللي رهم حملن التطبيق ثم أبار الناس اللي ما عندهم تطبيق هدا وما هم من خارطين في النظام هدايا يعني ما قدرش يستخدموا التطبيق الجديد تاعك هو ربما نشوف أنك جيتنا بهاتف عادي وهاتف ذاكي يعني أنت تستخدم حتى الهاتف العادي أنا عميه، لماذا قلت لك باللي كانوا هنا يدركاء في الهاتف الذاكي ونزع ما قال انت هي الابليكاسيون ركت لي شارجيتها وراح نعلموا للمشاهدين بعد قليل لكن تكلموا فقط على الخصائص والمزايق قبل أن ندخلوا في التفاصيل أكيد رح تكون صور حضرة في السوديو بش تفهمنا أكثر بشكل عملي تكلموا على نقطة استخدام الهاتف العادي يعني بش نشوفوا المشاهد فقط لو تس سمحت حمزة يعني الهاتف العادي كيفاش نستخدموا هاد الهاتف؟ نعم، هذا النظام هدايا يعتمد على انترنت الأشياء انترنت أوف تنكس هذا الانترنت أوف تنكس هي تكنولوجيا جديدة هي ليست جديدة جديدة ولكن ديرا لتوندونس في الموند وهي جديدة عندنا وهي تكنولوجيا المستقبل دونك خنا خممنا بشيفها مشاهد بشكل بسيط جدا انترنت أوف تنكس هي تجعل أي شيء وسيلة لبث الانترنت إشارات الانترنت إشارة الانترنت واستقبال الموجات باعت واستقبال ما نقدر نقوله باعت لا ندخلوا في تفاصيل الانترنت أوف تنكس سنشرحوها في الفقارات التكنولوجيا الآن ندخلوا للتطبيق كما نشوفوا الآن الأكيد أن التطبيق هو يدخل ضمن التطبيقات لمجهة كوفيد 19 نعم دونك هذا التطبيق هذا قلنا باللي فكرنا في الانترنت الأشياء دونك سمينا الانترنت الأشياء هادي شوفنا باللي لو يعطينا فقط المخرجيين يعطينا فقط للصورة في الشاشة حتى يعلقنا عليها حمزة بشكل أوضح نعم تكمل قلنا باللي انترنت الأشياء هي لدينا الاتوش إنيوفونت الإبداعية في تطبيق هذا دونك إذا ممكن تعود ترجعنا برك شوية الوراء يعني هو هو اللي يدي وظيفته يا ياسيني يقولك إذا ممكن تعود تولينا هنا نشوف هذه صورة ناسبك لا 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 لقبل شوية لقبل لقبل أراك دونك رجعو لها فقط نوصلوا الحديث حتى تلحق الصورة باش نقولو على الانترنت الأشياء الأشياء اللي نستفادوا منهم في النظام هذا هدايا هم لك بعض الأشياء اللي تابعين لنظام هدايا عندك تليفون والتطبيقات عندك السمارت ووتش عندك الكاميرات تورو فييونس عندك البانو بيبليسيط أعطونا عربية باش نفهم موشادي يعني هذا يعني كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة ساعات الذاكية الهواتف الذاكية نعم و هذا ما درك الإنسان باتلاً اللي ما عندوش هاتف ذاكي ثم عندك مثلا في الموايزات عندك يقدر يعرف وش راو صاري في المحيط ديالو عن طريق لبانو بيبليسيتا لا إشهارات ولا لا لافتات الإشهار ولا مثلا تاني التليفزيونات الذاكية في المواقع والمواقع العامة هذه خاصية تحويل الانتونتوف تينكس لفائدة التطبيق نعم نعود أن نشوف مثلا هذه الصورة يعني بشيفة المشاهد هذه الأليات التي اعتمدت عليها لتطوير التطبيق نعم هذا التطبيق و هذا النظام هذا سمينا كما راكتوف كوفهيلث هذا كوفهيلث هذا عندك كل واحد عنده الكوفهيلث الخصوصي به سمينا كوفهيلث هذه الزوج ثلاثة إلى ما يلا هذا يعني كوفهيلث هم عبارة عن أشخاص عندهم التطبيق في الهاتف وكل شخص على حساب ما عنده لوب جي أو الشيء هذا الذي يرتبط بالأنترنت ما رأيناهم قبل يعني ساعة دكية أو كاميرات وغيرها ما يعتمد عندك أشياء تلبس وتستخدم هذه الأشياء عندها حساسات حساسات هذه ما هم سانسور يقول لي يعني يتكلم بالعربية ما هو ما أريده يعني باش الناس تفهم نعم هذه الحساسات وليكوبتور كيف يقول لي اللاقطات المستقبلة عندك مثلا اللاقطات المستقبلة اللي تقسلك نبضة القلب عندك نسبة الأكسيجين في الدم عندك عندك تومبراتور ولا درجة الحرارة هذا وما رأيهم بين الأعراض اللي تابعين الكوفيد على هذا الأساس الحساسات هذا وما كي يلتقوا اللي يلتقوا هذه المعلومات يبعتوا للتطبيق هذه المعلومات هنا نشوف تحملها في الهاتف هي موجودة بما المشروع يكون في كل البلاتفوم تحميل منصات تحميل iOS و Play Store هذه على iOS و لذلك نتوقف هنا يجب أن نشرحها بسيطة ربما قبل أن نتفصل في استخدام التطبيق نرحل لتحميل التطبيق كيف يكون الولوج إلى التطبيق الولوج إلى التطبيق ممكن تغير الفيديو نرحل الفيديو فقط لنرى بعد تحميل التطبيق هنا نحمل التطبيق في البداية يجب أن نرحل من خاصية التطبيق هذا يختار اسم اللقب يختار اسم اللقب أنا نلاحظه هنا الإيميل والهاتف النقل الرقم الهاتف به السيستام يبعث له في الابليكاسيون وفي الميل يبعث له الـ ID لكي يرحل هنا كل شخص لديه لديه سؤال هنا أي شخص يستطيع الولوج إلى أي تطبيق كيف تعرف بأن الحساب حقيقي وليس وهمي؟ هذه الخاصية ضفناها لها وين أنه يتحقق أسك الشخص هذا الشخص حقيقي أم لا مصداقية مصداقية تطبيق هذا راح يتفيري فيها بلا بصدوني لكي نفل يعني أنتم عندكم قاعدة بيانات تؤكد نعم 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 نكمل ونوصل الولوج إلى التطبيق نعم يعني نرى تطبيق سهل نعم 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 كما نعرف الليطة ديالي نيغاتيف على أي أساس تعرف أنك غير مصاب حمزة؟ صحة هنا تطبيقات من قبل تداروا على أساس أن الكوفيد يقول لك مقسوم على طروقة بارتي طروقة كات بروفيل هناك من المساعدة التي ترون تس بإيجابي أو سلبي هناك من المساعدة التي ترون لقاح تسمى هذا التروازين بروفي و هناك المساعدة المساعدة المشتابة في الإصابة نعم لذلك نحن نبني الدراسة والتطبيق لتدرسة على كات بروفيل أنتم جمعتهم في ربعة لكي يكون لديكم كل المؤطيات والبيانات نعم بألوان مختلفة لذلك نرى اللون الأخضر لأنها في البروفيل تقال نغاتي يعني سليم من غدوانها لكي لا يرون الناس لا يرون الخصوصية الخصوصية أعرفتها لديك الكوير كود ما هي في دول العالم هذا التطبيق موجود نرى خاصية رقم 3 الـ الـ قبل أن نذهب إلى الدار نعم لكي ندخلوا هنا لكي نعرف مثلا البلاسة التي نرى فيها ما هي كائن حولي هل كائن الناس رأيهم مراد هل كائن الناس رأيهم هل يشكلوا عليهم خاطر أو ممكن أن نشكل عليهم الخاطر لكي نرى لكي نرى لكي نرى ما هي كائن لكي نرى الألوان التي كنا أخضرنا عليهم مقبلة هذه الألوان هؤلاء الأحمر الأخضر الأزرق والبرتقالي سوف تلاحظ معي سوف تضعني سوف تضعني وتضعني لطاق هذا الناس وعندما تضع لطاق لكي نرى هنا مجتبه نرى هذا الألوان الأحمر مالاد مصاب بالفيروس نرى هنا نرى الجيران المتحدة على كم مسافة يمكن أن يرصد هذا التطبيق على ما هي المتحدة نرى هنا مثلا كيف يريد المنطقة نرى المنطقة مثلا 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 وزارة صحة نرى قبل أن نذهب نعرف مثلا كما لدينا موعد لا نكمل حصادي نرى هذه المنطقة من خمسة أو أربعة كيلومتر نرى 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 تخبير هذا يجب نرى حالة افتراضية كيف يفهم المشاهد لا لا حقيقية لعدد الحالات وحتى أنواع الإصابات حسب أربعة بروفايلات التي تكلمت عليها المصاب، المريض، المشتبه فيه والملقح نعم نرى هذه المنطقة فيها الكثير من الناس والألوان حمزة ترمز إلى كل شخص معين نرى هذه المنطقة فيها الروج هذا الشخص مريض نرى اللون أزرق نعرف هذا الشخص هو فاكسيني نرى هذا الأخضر كان محيطاً بالأخضر قبل أن يكون في مسجد الجزائر العرب نحب أن نذهب إلى لنسيتي ونقرأ مثل ما لدينا الإكزامة يقول لك أن الناس يقول لك أنه لا نراطيه نذهب إلى الإكزامة ونرى أنه مالذة لم نرى الأسف الشديد نرى الأسف الشديد نرى في فترة الإمتحانات ونقول لك إذا كان نراطي الإكزامة يمكن أن يعوده لي ونسبب لي في مشاكل ويهمل 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 أنه لا يهمل على صحة الناس الذين يراهم معه ويقول لك أنه المهم أن نجوز الإكزامة ونقرأ ونقرأ أخرين ثاني نعديهم لأن أشخاص يراهم نقصين الإنسانية الوعي الوعي إذن يا واحد لا نقص من الإنسانية أكيد أنه الوعي هو اللي ينقص نعم الضركة هنا مثلا هذا الذي يراه بالأخضر تحته وسط جماعة يراهم بالأحمر وضوك حجيه الأشعار التي لا يعرفه في منطقة هادية إشعار يكون في الهاتف إشعار يكون في الهاتف وكيف تأتي في الهاتف الرسالة تنبيه تحب أن نذهب إلى فيديو نكمل هنا ومن بعد نذهب إلى فيديو الثاني نكمل فقط يعني هو تنبيه يتم طلقيه قبل الهاتف الشخصي يقول لك بللي كان شخص مصاب مصاب تستي بوزيتيف بالكوفيد راه قريب عليك وما من الهاتف يكون محددة من قبل لذلك وزارة الصحة ومكلفة بمتابعة تفشي كوفيد تستيقظ على أنه باش الناس الإنسان يكون محمي من عند باش ميكابتيش الفيروس على منطقة مثل زون مترا تتحدد مترا إذا كانت قال يودي دو متر تتحدد دو متر إذا كانت على تروا متر لذلك زون دو كونفورت راح تكون على تروا متر تحب نبدل برك الفيديو باش نشرحوها رابيد مو باش نروح لنقطة أخرى كاملة الفيديو الثاني الثاني نعم لا لا اه زرب زيت شوية في انتظار جاهزية الفيديو الأكيد حمزة هناك عدة استخدامات لهذا التطبيق يعني نستخدموش التطبيق فقط من أجل متابعة ورس تفشي الكوفيد وأيضا للتلقيح ربما احنا جاوزنا هذه المرحلات على الإصابات والآن العالم يتوجه نحو التلقيح كيفاش نستفادو من التطبيق في موضوع التلقيح كيفاش نعفو أن الأشخاص هدو ملقحين والأشخاص هدو غير ملقحين صح درك هذا النظام هدايا راح تكونوا من باس دوني تسمح بيقول جميع واحد يلقح راح يتحط في الباس دوني هدايا دوك الإنسان هدايا غدوة من غدوة تكون في صفة آنيات ما شيق عليها وديت انتدال الفاكسيناسيون تاعك اليوم على خمسة يام وسمانة باش تخرج لك في الفاكسيون تبدل لك البروفيل ديالك الكودر ديالك دوك الإنسان غير إذا كان مريض ولا كان سيسبي ولا كان بروفيل تاعه نيغاتيف ورح اللابوراتوية واللوبيتال دار الفاكسيناسيون دياله الميتسا يكون عندو كونتا الادمينيستراتير وين يدخل عندو لدروات دكسي يموضيفي اللي طات على بيرسون هاداك في سير بلس سمح بيقول ما مرقمانة لتاعويس متاع للكا تعويس متاع الشعب الجزائري في الإحصائي يكون أوتوماتيكي هو ليقوم بالتبليغ بعد الحالات نواصل تقديم وعرض التطبيق دورك نقول مثلا راني في بره هكذا أنا محاط بأشخاص رغم الأشخاص هادو الألوان هم مختلفة الأزرق الأصفر والبط هذه الحالات التي تحدثنا عليها قبل قليل دورك نشوفوا باللي هنا هذا رادار نعم 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 دورك ن Choice أن تنبيه لك أن Miami نعم نعم يعني كنت بجوار شخص مصاب بالكوفيد صح درك هنا إضافة للحظة برك انتوقف هنا يعني هنا استخدامات هذا التطبيق شوفوا البلوتوث الجي بي اس الواي فاي وأيضا لنفسي وريزو تليفونيك اللي راح نتكلم عليه الآن حمزة الأكيد أنه قبل قليل سألتك قطلك نشوف عندك هاتف دكي وهاتف عادي يعني استخدام التطبيق في الهاتف العادي أكيد الهاتف العادي لا يوجد غوغل بلاي ولا اي واس يعني كيفاش نستخدم الهاتف الذاكي يعني اعتماد على ريزو بالاعتماد على ريزو نعم درك أنت هنا مقبيلة كيف نحن في نابلي بش دخوله خدخلنا وين جي بي اس صحيح هكذا ذلك سمتستعملنا واحد يكون عنده لا كونيكسيو مثلا أنه لم تكون عندك الابليكاسيو هادية وعندك هاتف ذاكي سح تقوله خلاص لك لانترنت خلاص لك لا كونيكسيو أو لمعبايش ذلك الانسان هادية راك خرجت من النظام تماما ماوليتش الإشارة تاعك تبعت تلتاقط الإشارة باش الناس الاخرين يكونوا محمية هكذا درك حنا يا خلاص منابضيها واحد أخرى أنه مثلا ريزو تليفونيك تعمل واحد لي عنده هاتف نقال هادية ذلك الريزو تليفونيك هادية هو راح يحدد لك المنطقة هي شريحة الهاتف هي التي تقوم بتحديد الموقع أنا عمال ذلك مثلا إذا كانت عندك شريحة الهاتف النقال ديالك تابعة الوحدة من بين الأخرى ذلك هنا نشوفه بالليزون راح تشوف انتايا واش من نظون راك فيها ذلك مثلا قال يودي أنا حبيت مع العائلة ديالي حبينا نروح مثلا للصابلات حبينا نديرون جورني هكذا خاصة أنه جمعة لكن للأسف شديد صابلات مغلوقة وكل المناطق مغلوقة نقوله زعماني يحب نروح للصابلات أنا طابلات تاعي ولا سمارتفون تاعي هادية قل النظام هادا ولا معمم واعتمدات الدولة ذلك أنا كين ندخل للسيستام ديالي هكذا نشوف بلي في الصابلات راهم ليزون هنا راهم بالروج ذلك راح يقول لي بلي لنظروا هادا كرام بزاف ناس راهم حاملين للمرض راهم يدوروا لتماء وعلى هاد الحالة اللي ولت على الجزائر والعالم قاعتك راهم مع لبلهم شال البلاسة اللي راهم فيها أسكر منطقة مبوءة ولا لا لا ذكرهم يدوروا في هاداك المنطقة هاداك وراهم يحملوا المرض يعديوا ورواحتهم ويدخلوا لديورهم ويزيدوا يعديوا ناس واحد دخرين ذلك هكذا تقدر تعرف اللازون اللي راك فيها رايم مبوءة ممكن تغير الخرجة ديالك مع العائلة ديالك يعني تنتقل إلى منطقة أخرى نعودون وليون فقط نقطة الهاتف ما تفصلناش في الهاتف العادي الهاتف العادي أفهم من كلامك أنه يستخدم شريحة الهاتف لتحديد الموقع باعتبار أنه الشريحة الدجارة هي بأسم الشخص ويعني هي أمور تقنية ربما أنت لا نفصلوش فيها كثيرا لكن انتخذتها بعين اعتبار لأنه هذه كانت بين النقائص اللي كانت في التطبيقات اللي كانت في المعتمدة في العالم وإلى أساسها اللي كانت كانون المصداقية 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 هذه المصداقية كانت نقصة ومعتمدها عليها الشعب بزاف نعم هذا هو الجديد فيما يتعلق بالتطبيق والأكيد تطبيق كوفا هيلث هو فقط مجرد اقتراح ومساهمة منك أنت شخصيا من أجل المساهمة في رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا وحتى متابعة التلقيح اللي موجودة في التطبيق وبإمكان استخدامها واستغلالها مستقبلا أكيد حمزة نشوفك جيت بمجموعة من المشاركات في الملتقيات وحتى الصالونات اللي كانت في الجزائر يعني تحط قليلا على مشوارك ومشوار المسابقات اللي شاركت فيها نعم كنت شاركت يعني أنا كطالب في المعهد تكوين المهاني محمد طيبوس لنا فيرويسو يعني كانت لقيت أنه يعني دعوات في ما يخص للطبيق ولا للفكرة ديالي من بين الصالونات اللي كنت شاركت بيهم هم عندك سارون الوطني اللي الابتكار لينداروا هذه الأشخاص وكانت فرصة على اكتشاف الشباب أيضا نعم كانت عندنا تاني مثلا هدايا لفورت على ليزي تيديون معارض الطلبة طلبة ندار في قصر التقافة مام هدايا كنت مشارك فيه تاني في نظمات وزارة شباب والرياضة كنت مشارك في البروجي يعني هي عدة ملتقيات كيفاش كانت الأكيد أنه خلال هذه الملتقيات والأيام الدراسية وحتى المؤتمرات يتم الاحتكاك بأشخاص محترفين وحتى في بيئة العمل أول سؤالي قبل من رحوا لبيئة العمل أكيد أنت تبحث عن بيئة تتبنى هذا المشروع لكي تسويقه وتقوم على إنجازه لأنه يتطلب إمكانيات كبيرة جدا نعرف أن الإمكانيات المادية أيضا هي ما يعاني منه الشباب في الجزائر كيفاش كان احتكاكك أولا بالعارضين والشباب اللي كمانتال يحملوا مشاريع وهي مشاريع واعدة في الحقيقة نعم يعني الشباب الجزائري الله يبارك عليه وإن كي شاركت في المعرض هذا شفت بلي كاين بزاف أفكار اللي الله يبارك يعني لو كانت تلقى الأدنة الصاغية وتلقى التربة والأيادي اللي تمشيها وتحتضنها راح يكون عندهم شأن عظيم نعم من بين هذا الشباب هذا أنا كنت واحد شاب جزائري كنت شاركت معهم تاني وعرضت الفكرة ديالي على المنظمين وكيفاش أما هي العراقيل اللي توجهكم تماما كشباب مطورين في مجال التكنولوجيا نعرف جميعا أنه هذا المجال ما زال مجال كما قلو حنا بيئة خصبة يعني عندكم حيز كبير مفتوح لكم هل توجد عراقيل هي دورك الحاجة الليلانية سيك حنا يا كشباب حاجة الليلانية نقصين خبرة هكذا ذوك الخبرة هادية نكتسبوها وبالاحتكاك مع الناس تعلق الخبرة اللي رهم بينسور في الضمان وفي الميليو اللي عندهم دي جا شحال من سنوات وسنوات من العمل والبحث وعندهم ما مقدر يقول توتينيكيب اللي تخدم معاه ذوك حبي يقول ما مالماتريال والوسائل والأخر هو عنده مثلا بارا كونتر حنا يا بالموقع بالشباب اللي رانا لصف وارفير والأخر ما زال ما ما اكتسبناه شي بياه واشنون الأشخاص هادوما اللي راهم في الميدان باش هم يشوفوا الشباب هادوما ويكتشفوهم ويعاونوهم من جهة ومم الدولة الجزائرية يعني تسهل لهم أترك لك كلمة ختمية حول رضم تطبيق كوف هيلث وحتى حول أهمية هذا التطبيق في رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر وحتى تلقيح وحملات تلقيح التي لا تزال عندها نشهد وطيرة منخفضة وطيرة بطيئة جدا في الجزائر نعم يعني باش نلخص الكوف هيلث هدايا كما قلت اعتمدنا على ثلاث شرائح من المجتمع هما الناس اللي راحوا يديروا اللوتاس وكانوا أسبيطاليزيز ما نعرفنا الليطا ديالهم الشريحة التانية هما الإنسان اللي حسب الأعراض تاع الكوفيد يقول لك باللي انا علش نروح ندير اللوتاس روح ديراكتو مون شريم لفارماسي الدواء نعالج ونمريح ثلث ايام ربع ايام نحصر وحيبيا نعاود نخرج ذوك هو مريض بالكورونا راح يخرج برا يحتك مع ناس وحد اخرين ويعديهم هاد النظام هدايا بالانترنت الاشياء قدرنا نخممنا انه ندخلوهم في الاخر وندرسوهم وننتقريوهم في الاستسام التروازي هم كاتيجوري هم الناس اللي يقول لك باللي انا من امنش قاعد كفاديل الكورونا هادية ومانيش مريض بيها دوشت برك وريحت ضربني البرد ويخرج البرام ما يشريد وما دار روتاس هو مريض ويعدي الناس على هاد الاساس هادي انا الاعداد غير تكبر والناس بزاف ره مضرورة والدولة كذلك ره مضرورة نقول لبلي الابليكاسيون دينا هادية ووحدنا شباب ما نقدروش انه نمشوا بيها وحدنا دوك طلبنا من الدولة هادية باش تشوف لنا وباش تعاوننا وباش تعرف بلي الشباب الجزائري عنده الافكار وعنده وعنده المستعد باش يوقف مع بلاده في ازامات هادوما وينتظر من الجهة الاخرى انه المام للدولة تنظر للشباب هادية وتوفر لكل الامكانية وتسهيلها اتمنى لك التوفيق والاكيد انا متأكد انه هذا التطبيق سيلقى ربما استحسان من قبل من يشاهدون وحتى الجهات المختصة اتمنى ذلك حقيقة لانه تطبيق واعد حقيقة ويساهم ونحن محتاجينه لأسف شديد محتاجين نقولها لأسف شديد لماذا؟ لانه هذا التطبيق يدخل فيه جائحة عالمية لمازالها تؤثر على البشر في كل دول العالم سواء في الوفيات وحتى عدد الإصابات حمزة باجي متور تطبيق كوفهيلث شكرا لك نظرا للوقت تطبيق لرصد ومتابعة فيروس كورونا عبر الهاتف كان هذا كل شيء مشاهدينا بالنسبة لعدد اليوم من برنامج الشروق مورنينج أعود والتقي بكم غدا بحول الله إلى اللقاء